هنا على هذه السلالم والصالات المحصورة في هذه البناية يتلقى هؤلاء الطلبة حصصهم الدراسية على الرغم من المساحة الضيقة والازدحام إلى أن الجميع يصغي بصمت لما فاته خلال أشهر توقف العملية التعليمية بسبب القصف والحرب إذ يبدل جميع تجاوبا ملحوظا مع معلميهم عن طريق المشاركة الفاعلة في مختلف الصفوف التي لا يفصدها جدار كنا ندرس بأمان وسلامنا كنحطين دمرهم دمر مدارسنا والآن نحن قينا إلى هنا لكي نتعلم ولكي ندرس حتى في الدرق وفي كل مكان سنظل ندرس من أجلنا ومن أجل اليمن ونحن بنتحدو بندرس بالدرق حتى في أي مكان حتى تحت الأرض بندرس وإن شاء الله نبني مستقبل قديد ونرقع إلى مدارسنا القائمون على سير العملية التعليمية يبدون في كافة المبادرات الناشئة بالمدينة جهودا مكثفة خصوصا بعد تصريحات وزارة التربية والتعليم التي طالبت فيها استكمال المنهج الدراسي المخصص لجميع الفصول الدراسية الملتحقة بالمراكز التعليمية ولو كعمل طوعي وإنساني أقين هنا متطوعين في التدريس ليس شيء أني واحدة في كثير من المدرسات كل واحدة في تخصصي بادرنا للتطوع للعمل في هذا المركز حيث المركز يضم أكثر من ثلاثين معلمة متطوعة وهناك خمسة إداريين الكل يعمل من أجل هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الدراسة وقد فاتهم الكثير فاتهم حوالي الثلاثة أشهر تشهد العملية التعليمية في تعز قصورا في احتياج الكتب والفصول الدراسية المخصصة للتعليم وتوزع الطلبة على بنايات المراكز والمعاهد إلى أن تضافر جهود القائمين على عمليات التعليم أسهم في التحاق العديد من الطلبة المختزلة أحلامهم في العودة يوما ما إلى مدارس تحتوي طموحهم وأمنياتهم الكبيرة بأن تختفي الحرب ويستكملون مسيرتهم التعليمية إنجاز تقدمه المبادرات المجتمعية ينم عن إصرار وتحدي بمشاركة الأهالي وهؤلاء الطلبة لاستكمال سير العملية التعليمية بإرادة صلبة وجبارة على الرغم من استمرار القصف والحصار الجائر الذي تشنه مليشي الحوثي وقوات المخلوع على المدينة أنيسة العلواني قناة بالقيس تعز